الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها المحب اللسان وما أدراك ما اللسان هو نعمة من الله عز وجل من نعمها العظيمة ولطائف صنعه للعجيبة الغريبة صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه باللسان يستبان الكفر والإيمان اللسان رحب الميدان واسع المجال هو ترجمان القلوب والأفكار هو آلة البيان وطريق الخطاب له في الخير المجال الكبير وله أيضا في الشر الباع الطويل من استعمله فيما يرضي الله عز وجل نال به أعلى الدرجات ومن استعمله فيما يسخط الله عز وجل سقط في أسفل الدركات عفان الله وإياكم نقل عن حمادي ابن سلمة قصة تأملوها معي عجيبة جدا هذه القصة يقول كان لسيد من القوم عبد لا يعرف فيه عيب إلا أنه عرفت عنه النميمة وكان يمشي في سوق النحاسين فيعرض هذا العبد فإذا سئل عنه قال الله لا أعرف له عيبا إلا هذا العيب من جهة نشاطي من جهة عملي كل ما يعيبون به العبيد ليس فيه منها شيء إلا هذا العيب فتساهل بعض الناس فاشتراه بهذا العيب ثم ذهب به إلى منزله وكن معي متأملا إلى نهاية القصة لتعلم خطر هذه الآفة العظيمة يقول فاشتراه وذهب به إلى البيت فلما وصل إلى زوجة ذلك الرجل قال لها أتعلمين أن زوجك إنما أراد أن يتزوج امرأة أخرى ألم يخبرك قالت لا قال تريدين أن تعلمي صحة هذا الكلام قالت نعم قال أتيني بشعرة من لحيته وأنا سأذهب بها إلى المكان الفلاني لأخبرك بحقيقة هذا الأمر قالت حسنا ثم ذهب إلى ذلك الزوج وقال له إن زوجتك اتخذت خدنا يعني حبيبا خليلا لها قال كيف قال وإنها قاتلتك قال ومن أخبرك قال تناوم لها وسترى تناوم لها وسترى حقيقة ما ذكرت لك فتناوم الرجل وآتت المرأة بالموسى الموس لتأخذ من الشعرة شعرة من لحيته كما أمرها ذلك العبد فلما أقبلت على رقبته تريد أن تأخذ من شعر لحيته وكان قد تناوم لها فكأنه تيقن أن ما ذكره العبد صحيحا وأنها تريد قتله فأخذ الموسى من يدها وقطع رقبتها فماتت ثم ماذا حصل بعد ذلك آتا أهل تلك المرأة ليأخذوا حقهم من الرجل وحصلت حادثة عجيبة وهي قتال بين طائفتين بين قبيلتين من أجل تلك النميمة التي يحتقر بعض الناس ذلك الجرم العظيم فكيف أوصل هذا الجرم إلى سفك دماء قبيلتين بمجرد أنه تهاون في هذا الخطر وهو خطر اللسان والنميمة ولذا جاء في الصحيح لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قتات أي نمام تعابلنا نتأمل إلى يعني آفات اللسان ليست مقتصرة على النميمة فقط بل هي بل هي أكثر من ذلك يعني حينما نتأمل في آفات اللسان وخطره نجد آفة أصبحت فاكهة للمجالس اليوم ولو هي الغيبة الغيبة كما جاء في الصحيح مسلم هي ذكرك أخاك بما يكره تحجب من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت فالغيبة هي أن تقول شيئا هو في أخيك لكن بما أنك قلته وهو ليس موجودا في المجلس فقد اغتبته وكفى ببشاعة هذا الذنب التصوير القرآن الذي ذكره الله عز وجل لهذا الذنب تعالوا بنا نتأمل نتأمل التصوير القرآن الذي ذكر فيه هذا الخطر الجليل هذه الآفة العظيمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا تؤتى ببشر وترعه أمام ناظريك وتأكل منه وهو ميت انظر إلى بشاعة بشاعة تلك الموقف بشاعة هذا المنظر هذه البشاعة أنت حينما تغتاب كأنك تفعل هذا يعني هذه الكلمات التي نتساهل بها من الغيبة لو مزجت في البحر لمزجته قيرت البحر كله بسبب بشاعة هذه الآفة العظيمة الخطيرة آفة اللسان في الغيبة وأعظم من الغيبة البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه وهذه أيضا من الآفات الخطيرة جدا من آفات اللسان من آفات اللسان أيضا آفة القول على الله بغير علم وهذه الآفة تساهل فيها فئام من النس الآن أصبح الكل يتحدث ويوقع عن رب العالم ترى يعني تأملها أنت الآن حينما تقول يجوز يجوز لا يجوز لا يجوز أنت الآن كأنك توقع عن رب العالم لأن هذا هو حكم الله عز وجل الرأي خطر وعظم أنت الآن تتحدث عنه لو أتاك رجل قال لك أنا عندي مرض قلب وأشعر بي وخزات في قلبي نحن في مجلس نحن في مجلس فيه مئات الرجال ثم سئلنا هذا السؤال وليس منا طبيب تعالوا بنا نستمع إلى أقوال أولئك الرجال ستجدوا الكل يجمع الكل يجمع إذهب إلى طبيب متخصص في القلب ليخبرك عن هذا الخطر أو هذه المشكلة أو هذا المرض إلا أن يكون أحد لديه خبرة سابقة يخبره وهو أيضا ليس متيقنا ولا يجزم بما يقول ثم انتقل إلى مجلس آخر أو نفس هذا المجلس ثم قل قد حصل لي مسألة فقهية وأنا حصل لي كذا وكذا وكذا وفعلت كذا قال لا أبدا صلاتك صحيحة فعلك صحيح لا فعلك ليس بصحيح يا الله أي جرأة وصل الحال بنا أن نتجرأ بها على الله عز وجل حتى نقول على الله بغيره لا تقول إلا ما أنت متيقن منه إن كنت من أهل العلم أو سمعت من أهل العلم اثقات جوابا لهذه المسألة بعينها فقل قد سمعت فلانا يقول كذا وكذا في هذه المسألة أما أن نقول على الله في غير العلم فهذه من الأمور الخطيرة جدا آفات اللسان يعني يكفي فلنعود إلى الآفة التي ذكرناها الأولى الآفة النميمة يكفي أن النسان حينما يتأمل أن من أسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين بحديث الرجل الذي قال النبي السلام أنه ما ليعدبان وما يعدبان في كبير بل إنه كبير ثم ذكر أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة فينبغي النسان أن يراجع نفسه أن يعود على لسانه فيمسكه أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم حصائد الألسن هو ما يوقع في المهالك لذا كان السلف يعظمون هذا الأمر كان يقول أبو بكر يمسك بلسان يفسه يقول هذا الذي أورد الموارد ولا والله ما أورده بل أنا لا يذكر بلسانه إلا ما يرضي الله عز وجل رضي الله عنه وارضه لكنهم كانوا يحاسبون أنفسهم على آفات اللسان الخطيرة حتى قال ابن مسعود رضي الله ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان فاللسان هو أحق أن يسجن أمسك عليك لسانك كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة والبهتان ومن سائر آفات اللسان أسأله سبحانه أن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم يحيق احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا اللهم يحيق احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا اللهم يكفنا شرها اللهم يحيق اجعلنا ممن يشكر نعمك اللهم ينبغي لنا أن نحفظها والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر